استقبل صباح اليوم معالي رئيس الوزراء باهيمي باتاكيالبير استقبل وفد الصندوق الدولي لمحاربة مرض السيداء السل والميلاريا برئاسة المديرة الإقليمية لدول إفريقيا المركزية تعني ذلك بحضور وزيرة الصحة العامة وبعض من معاوني رئيس الوزراء حسن درموت والتفاصيل وفد صندوق العالمي لمكافة الأمراض الثلاث السيداء السل الميلاريا وصل إلى البلاد تترأسه المديرة الإقليمية لإفريقيا المركزية السيدة تينا دراسي استقبل معالي رئيس الوزراء باهيمي فتاكيالبير بحضور وزيرة الصحة العامة وبعض مزئولين بوزارة الصحة العامة ومعاوني رئيس الوزراء تباهست بعصد الصندوق مع رئيس الوزراء حول برنامج التعاون المشترك المتفق عليه مع الصندوق والسلطات الشادية في كيفية محاربة هذه الأمراض الفتاكة للحياة البشرية والجدير بالذكر أن السلطات الشادية والصندوق الدولي لهما شراكت تعاون منذ فترة طويلة رئيس الوزراء أكد أن شاد مستعدة للعمل مع الصندوق واهترام التزامات العمل المتفق عليه بين الطرفين والعمل معا في مكافة هذه الأمراض وأقبل اجتماع المديرة الإقليمية بإفريقيا المركزية تينا دراسل أكدت بأن الهدف من المقابلة هو الشراكة بين جاد والصندوق الدولي للكفاة ضد مرض السيداء السل الميلارية الصندوق الدولي هو أهد المانحين للكفاة ضد هذه الأمراض السلطات ودعم النظام الصحي في جاد نهنه حاليا أمام مرهلة تمويل لمدة السنتين وأشارت المديرة بالحديث عن مرهلة التمويل القادمة هناك العديد من المشاريع التي تحدثنا عنها مع رئيس الوزراء لقد استطعت جاد كباقي بعض الدول الإفريقية من تحقيق مكاسب في إطار مكافة الأمراض ومن المهم جدا الأمل مع الحكومة في إطار تحقيق الفائدة للمواطنين من المرضى